السلام عليكم متابعي القناة أتمنى أن تكونوا بخير وأتمنى التوفيق للجميع بالنسبة للطلبة الحاصلين على باكالوريا قادمة وراغبين في ودوج الجامعة فإن جامعة بنوزهر تفتح أبوابها تشجيل حامل الباكالوريا القدامى كما تلاحظوا هنا في الفيديو فإن فتح منصة الترشيح القبلي بالنسبة لحامل الباكالوريا القدامى ابتداء من 2 إلى 7 شتنبر ابتداء من اليوم إلى غاية 7 شتنبر والتشجيل بالنسبة لحامل الباكالوريا الجدود بسلك الإجازة الأساسية أو للباكالوريا ابتداء من 6 إلى 11 شتنبر وانتلاق التراسات ستكون يوم 13 شتنبر بالنسبة إن شاء الله للإجازة المهنية أو المصدر فإن فتح منصة الترشيح القبلي بالنسبة للإجازة المهنية 3 سنوات قد فات التشجيل وإجراء المباريات وتشجيل مقبولي بسلك الإجازة المهنية هو ابتداء من 6 إلى 11 شتنبر فتح منصة الترشيح القبالي بالنسبة للإيجازة المهنية سنة أو سنتين أو الماستر ابتداء تحت 6 شتنبير إجراء مباريات وتشجيل مقبولين بسلك الإيجازة المهنية لسنة أو سنتين والماستر ابتداء من 19 إلى 16 شتنبير وإنطلاق الدراسة بسلك الإيجازة المهنية والماستر ابتداء من 22 شتنبير هذا الفيديو اللي كنت تلاحظوا معي جامعة الصورة هذه رأها من جامعة بنو زهرة بأقادير اللي راغبين في ولجهة دي الجامعة دوما التواريخ تشجيل غنشوفو حاليا في هاد الفيديو طريقة تشجيل الحاملية الباكالوريا القدامة لبلاتفورم دي الجامعة أو الرابطة أدخلي لكم في الدسكريبسون دي لها الفيديو كنت تتم عاملية تشجيل بالكرياسيون دو كونت سور لبلاتفورم إخبري انسكريبسون في الجامعة كنت تكملو الكرياسيون دو كونت و تعملو الفورميلار و كنتمنى توفير الجامعة أي سؤال حطوا لي في الكومنتار و إن شاء الله في فتاتح تشجيل في الباكالوريوس غادي نعلمكم في أطر فيديو